سيدة فاطمة من ولاية الشلف بقدرتها على استرجاع المواد المستعملة فتجعلها مجسمات ورموزا فنية تعرضها في بيتها لعبر كل من ما ومن لمحها عن إعجابها شديد رشيد مشورب وحميدة عوادي في هذا التقرير ربت بيت ممتازة وأم لخمسة أولاد قاطنة ببلدية ودي الفضاء بولاية الشلف هي سيدة فاطمة التي جعلت من جدران بيتها لوحات فنية تلفت نظر الضيوف والزوار فبيتها أصبح عبارة عن معرض لأشغالها التي تقوم بها بمفردها وبمحض أفكارها كما نقوله قشور البيستاش تكون حاجة كما نقوله تيرموها كمقروضا أي حاجة أي حاجة ما نقساش ومن هذه الحاجة نطورها ونديرها في شكل واحد آخر فاطمة تعمل على إعادة استغلال المواد المستعملة فهي تحيب إعادة الأشياء البالية والقديمة لتجعل منها مجسمات ورموز فنية هي اللي حقانة سنة ستة وما زادت من بعد اللي قعدت في الدار المهمة بانوا لها الأفكار هذه المنزل التحى صراحة ما أمنش أنه مرة متخرجة من مدرسة سنة ستة تقدر أنها تجسد جسدة الواقع كما ينبغي السيدة فاطمة لم تواصل تعليمها إلا لبضع سنوات فكانت الدافع المحفز لها لتجدها تعطي كل اهتمامها ليكون ما تعشقه فاطمة وتبدع فيها